عنوين سياسية وأمنية وصحية تقاسمت مساحة المشهد المحلي اليوم أما المشهد الإقليمي فيشغله حدث رئيسي هو التطبيع بين الكيان الإسرائيلي ودولتين عربيتين في البيت الأبيض في السياسة المحلية يبقى الملف الحكومي على رأس الأولويات وإن كانت الساعات الأخيرة لم تحمل أي اختراق جدي بانتظار اللقاء التالي بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على أن اللقاء الأخير بينهما انتهى إلى قاعدة مؤدهة تراجع التشكيل وتقدم التشاور وفيما من المتوقع أن يزور الرئيس المكلف قصر بعبدة في الساعات المقبلة أنهى رئيس الجمهورية اليوم مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية أو ممثلين عنها وسط مقاطعة قواتية واشتراكية وتبلغ الرئيس عون خلال المشاورات من النائب علي حسن خليل التمسك بوزارة المال وتسمية الوزراء بالتوافق والتشاور مع الرئيس المكلف وهو الموقف نفسه الذي أبلغه النائب محمد رعد للرئيس عون مقاطعة الاشتراك تحولت إلى اشتباك بيانات بينه وبين بعبدة حيث أشار مكتب الأعلام في رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عون ما كان ليدعو للتشاور لو لا إدراكه للأزمة التي يمكن أن تنتجه إذا استمر الخلاف حول نقاط متصلة بالتأليف الاشتراك رد على الرد واصفا بيان رئاسة الجمهورية بالأطروحة المشغولة من عنديات وزير البلاط مضيفا أتحفنا بالحديث الأسطوري عن الدور الجامع لكن ما فاته أن يخبرنا أن هذا الدور شلع البلاد وأرداها في أسوأ حال بالانتقال إلى الأمن برزت مواصلة ملاحقة خلية داعش التي قتلت أربعة عسكريين في الشمال وفي هذا الإطار ألقى الجيش القبض على أحد عناصر هذه الخلية بعد مقتل الرأس المدبر خالد التلاوي فيما يبقى ثالث فارا صحيا المخاوف تتنام إذا توسع وباء كورونا والعين في هذا المجال على سجن رومي الذي ضربه الفيروس بحيث تزداد أعداد المعلن عن إصابتهم يوميا في صفوف نزلاء السجن وحراسه الأمنيين على حد سواء أبعد من لبنان تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض الذي يشهد اليوم رسم توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين وفي الضفة المقابلة ينفذ الفلسطينيون يوم غضب شعبي في غزة والضفة الغربية والشتات رفضا للتطبيع الجاري مع العدو الإسرائيلي